باباها صاحب توكيل هيونداي ومامتها مؤسسة مستشفى 57 والتنين ماتوا بالكانسر عدها 42 سنة ومخلفة بنتين وتشوفها تقول بنت في العشرين اتولدت في بقها معلقة دهب وعيشت فترة محلت هومش اللضة وثابت الجامعة الامريكية بسبب تلقيح صحبتها بدأت حياتها العملية مع سوئين النقل التقيل وورست عن والدها مليارات وصمع وشركات بعد ما شفته هو بيتسجن ومفلس وتعبان حكاية دينا غبور أرق وأصغر سيدة أعمال في مصر اسمها دينا رقوف حن غبور وتولدت سنة 82 وكانت بنت على ولدين كمال الكبير ونادر الصغير ووعيت على الدنيا وباباها حوط الصناعة والتجارة والزراعة في مصر والفلوس الكتير كان ممكن تفسدهم لولا تدخل أمهم عول غبور رمز العمل الخير في مصر واللي كانت بتاخدهم كل أجازة رحلة لدور الأيتام وملاجئ لأطفال ومعهد الأورام عشان يعرفوا إن الحياة فيها وفيها وإن الصحة والأسرة أكبر نعمتين ولو الإنسان خسرهم فلوس الدنيا كلها ما تعوضهوش ولذلك كبروا بحس المسئولية وتقدير قيمة الجنيه اللي شافوا أبوهم بيشقع عشان يجيبوا واللي تعرض لخبطات مش أي حد يتحملها زي حبسه ظلم في قضية رشوة لمسئول كبير مقابل الحصول على قطعة أرض ووقتها المحامي بتاعه اقترح عليه يشهد على الموظف ويخرج كشاهد ملك لكنه رفض يظلمه ودخل الحبس طوعية ست شهور على زمة التحقيقات لحد ما خد براءة لكنه تعلم فيهم درس عمره وقابل جوه الريان وأمير جماعة التكفير والهجرة اللي قربوه من ربنا رغم اعتناقوا ديانة غير ديانتهم وبتحكي دينا إن الحبس كان درس من ربنا عشان يكسر غروه والدها ونهى مش شرس لجمع المال واستوعب رقوف خلال محنته إنه كان مأثر فحق أسرته وأطفاله وقال لما أخرج مش هشتغل تاني في الأجازات وحتى لو لقيت شنطة في الشارع فيها مليون دولار مش هنزل من بيتي ووقتي أجبها الدقيقة مع عيالي تسوى أكتر من كل كنوز الدنيا وبالفعل لما خرج شافت دينا الدلع وكانت على الحجر سفر وفسح وهدية وأقل خروجة كانت لملاهي دازنيلاند لحد ما حصلت الأزمة الاقتصادية وانهارت شركات مجموعة غبور لأنه كان بيبيع بالآجل والتقسيط ومعرفش يلم فلوسه من السوق والبنوك حجزت على كل ما يملك وهو تنازل طوعية عن الباقي بدل ما يهرب زي باقي رجال الأعمال وقتها وساعتها جمع عياله التلاتة وقال لهم اليومين الجايين هتسمعوا أن يمفلسوا مديون لطوب الأرض ومع ذلك أوعيدكم ده ما يقصرش عليكم في حاجة كنت شايل إرشيل للزمن هستثمرهم في دراستكم عشان لما موت مش هيبقى لكم غير التعليم والسمعة وبعد السنوية أصر غبور إن دينا تدخل الجامعة الأمريكية وفي أول يوم الدكتور لما عارف هي بنت مين قال لها ايه اللي جايبك هنا مشابوكي مفلس وتعرضت طول السنة الأولى لتلقيح صحبتها ولما باباها عارف سحب ملفها وطربيها على أمريكا وقدم لها في كلية ريادة الأعمال بجامعة بوستن وما سبهاش ورجع مصر غير لما تقبلت بتحكي دينا خرجنا مرة في مول وعيني جات على شنطة في بران شهير وغالي وكملنا مع الشي فبابا خد باله وقال لي الشنطة عجباكي مش كده فجدبت عليه وقلت له مش قوي أمخدني من إيدي واشتراها لي بآخر فلوس كدف جيبه حتى في ظروفه الصعبة ما كانش حرمنا من حاجة ولما قلت له مالوش داعي قال لي عيب ما تخليش الأزمة تنسيكي بابا مين احنا فمحنا لكن ربنا هيرزق كل السروة اللي ضاعت أنا عملتها بمجهودي ونعيل صغير سبع سنين لما جدك قرر يضيق علي في المصروف ويديني 15 قرش في الأسبوع قمت استلفت من الشغالة 15 قرش كمان وروحت جبت صنية بسبوسة ودخلت بيها النادي أباعها بالقطعة وروحتي يومها ب60 قرش وفضلت تاجر والجني بقى عشرة لحد ما تخرجت من الكلية بنص مليون جنيه اتجد عني انتي واتخرجي بنص مليون دولار وبعد تخرج دينا جت لها وظيفة الأحلام في بنك سواسري لكن رفضت تتخلى عن باباها في محنته وقالت له هاشتغل معك بابي بلاش لحد ما نعدي الأزمة سوا ونزلت موظفة صغيرة في فرع الأليوبية وكانت مسؤولة خط انتاج عربيات النقل التقيل واحتكت مباشرة بالسوئين وفضلت تترقى لحد ما وصلت لمنصب كبير مسؤول التسويق بالمجموع وقرروا بالإجماع طرح الشركة في بورسة الأوراق المالية وكانت دي الخطوة اللي كتبت نهاية الأزمة وريمون تادة اسم غبور في السوق والتاني مرة يقرر غبور يصفر دينا لإسبانيا عشان تاخد ماجستير في إدارة الأعمال وطلعت من مدريد للندن عشان تكمل برنامج تعليمي في عمليات الدمج والاستحواز بين الشركات بما يخدم أهداف التوسع اللي بيخطط لها الأب ورجعت دينا من برا الشارك بحق وحقيقي بزنس وامن درسة برا وجوه وحققت تفرف أرقام الشركة وكالعادة الحياة تديها ألم جديد ومامتها السيدة عولة تمرض بالكانسر بسبب شرهتها في التدخين وبتوصف دينا راحلها بكسرة الظهر وما صبرهاش وقتها غير بنتها اللي خلفتها فقررت توقف شغل وتعط في البيت عشان تتعافى من ألام فقد مامتها والتركيز في تربية بنتها وفضلت على الحال ده خمس سنين تسحى سبعة صبح تنزل الجم وترجع تقضي وقت مع بنتها وبعد خمس سنين وإنجاب طفلتين إخوتها وباباها عملوا عليها كماشة عشان تشمر وتنزل الشغل من تاني خاصة إنها عمود أساسي في الفاميلي بيزنس وأسندولها إدارة شركة حالة للتسليلات المالية وجابولها المقر جنب البيت ونجح الدينة بشطرتها تخليها من أنجح لستارتابس في مصر وفي عز نجاحها على خطى والدها بتلاحظ أعراض التعب عليه وبالكشف غول فحصات يتشخص بكانسر في البنكرياس ومن تاني توقف دينا كل البزنس وتحل محل مامتها في رعاية الأب المريض اللي في الأول دكاترة أمريكا ادلهم أمل بالشفاء لكنه ما استجبش للكيماوي والمرض انتشر والدكاترة صدموهم وقالوهم اللي فاضل شهور كحد أقصى وتستقبل دينا الخبر بنفس شجاعة والدها ويقرروا ينبسوا سوى في أيامه البقية وفي الفترة دي اتعلمت منه اللي ما تعلمتهوش في أربعين سنة كتتشوفوا يطلع من غرفة العمليات بيرقص انه عدى منها سليم وبعد جلسة الكيماوي أو الإشعاع تلقى تاني يوم بيلبس ويروح الجم الصبح بدري ومع ذلك كان للقدر كلمته في 9 نوفمبر 2022 وبيسلم غبور روحه الربنا والراية لأولاده التلاتة اللي وصاهم يكونوا إيد وحدة ويبعدوا عن السياسة عشان طريقها واعر عشان كده اضطر الدينة تنزل من تاني تسند اخوتها نادر وكمال في إدارة إرس والدها اللي بناه في 70 سنة وإرس والدتها رمض العطاء والعمل الخيري وحاليا بتشغل عضوية مجلس إدارة مستشفى 57 وشركة حالة للتكنولوجيا والخدمات المالية والعضو المنتدب لشركة غبور للتنمية ده غير نسب في شركات عقارات ومن هنا وجودها في شارك تانج ما كانش مجملة لكن لأنها واحدة من أهم سيدات الأعمال في جيلها ومش هنبالغ لو قلنا في مصر فعلا اللي خلف ممتش رحم الله رقوف وعلى غبور والبركة في أولادهم